ماذا لدينا من الناحية الفنية بعد أن نجح السوق يوم أمس الحمد لله بالاختراق 465 والإغلاق فوقها تحولت اليوم إلى مستوى دعم كل ما حافظنا على التداول فوقه فنحن نتداول في المناطق الأكثر إيجابية على الفاصل اليوم أما من أهم مقاوماتنا فهي مستويات قريبة الـ 520 اختراقها بحول الله سنكشف متوسط الخمسين على الفاصل اليوم عند الـ 554 والله تعالى أعلم أما في حال كسر 465 فعندها سنحاول أن نبحث عن مناطق الدعم عبر الساعة إن شاء الله تعالى الله لا ينزلنا عن 465 ونبقى دائما في المناطق الجيدة خلال الجلسة ونتكلم عن مقاومات ولا نتحدث عن دعم طيب لكن وبشكل سريع الآن أنا شايف إنه ما زالت مؤشراته العامة جيدة وأكثر شيء عاجبني في ميسك هذا المنظر دائما هو فوق 15.70 أنا مرتاح لميسك مع إنه المنطقة دية بعيدة عن سعر اليوم كم؟ ريال ونص أهم مقاومات تشوفها 17.90 اللي هي متوسط أو الخمسين فيبو من الموجه هذا السهم سقط من 27 عشر في عام 2021 وصحح تقريبا حتى نهاية عام 22 عند مستويات 8 ريال وستين لو لاحظنا حركته ما شاء الله تبارك الله أول حاجة إيجابية سواها خلال هذا العام إنه اقتحم سقف الدور الأول وراح بنالك دور ثاني وما شاء الله تبارك الله وصل قريب سقف الدور الثاني وما زلت أشوف إنه ماشي بطريقة عرضية صاعدة حتى الآن أهم دعومه خلال هذا الأسبوع هو قاع الأسبوع الماضي 16.32 هللة الآن السهم ما شاء الله متقدم قريبا ريال من أهم مقاوماته الآن هي 17.85 هللة إن اخترقها كشف سقف البولينغر وكشف سقف الدور الثاني من جديد عند مستوى 18.60 يعني أنا شايف الشمعة الأسبوعية جيدة حتى الآن على اليوم هيركز معايا الآن لو سحبناه تريند من أعلى قمة اليوم الشمعة خارج القناة الهابطة أو خارج التريند الهابطة الصغيرة يعني وضعه جدا إيجابي الآن فوق السبعة عشر على النظرية هذه هي اللي أنا مخليتني الآن أقول لك مسك إيجابي وحلو لأنه فوق السبعة عشر على النظرية إن شاء الله تشوف محاولة اختبار للخمسين فيه والله أعلم إذا كسر السبعة عشر معنا أن تبه احتمال ينزل اختبر ستعشر تلاتين وهي تمثل متوسط الخمسين على الفاصل اليوم السهم ممقصر له كم جلسة بحاول يرجع وما ذالت أموره جيدة كل يوم بيقفل أعلى من اليوم اللي قبله وإن شاء الله إنه إيش يواصل صعب خلونا نشوف إذا ما يبغى يحترم الدعم ده هذا إيش يبغى يسوي ده معقول يبغى يروح يوصل حتى اختبار التريند المخترق اللي اخترقه في يومنا الأيام عن سبعة عشر ريال خلينا نشوف حدوده فين كم قلنا عنه ده واحد وعشرين أربعين أيان هذه المنطقة اللي هي تعتبر نسبة كم قلنا عنها نسبة تصحيح واحد وستين فيه يخرب بيتك خلاص ستة عشر ريال خمستعشر ستة وتسعين حدودة اختبار التريند اللي اخترقه في يومنا الأيام شوفوا أول مرة دخلنا في أيان عندما تخطى السبعة عشر ولعبنا معاه لعبة حلو متى ضعف أيان لما كسر تمنتعشر تلاتين وقبلها تسعتاشر ونص أراد الله إلا ينزل آيان ويتأثر بنتائجه شوفوا الآن هو في قاع فني يفترض أن يحترمه هنا ما بين السبعة عشر تلاتين إلى خمستعشر ستة وتسعين هلا إن شاء الله تكون آخر ضغط الآيان ويرتفع منها الآن هو يمكن أن ضغط مع الخبر يعني يعني أنه ما عجبهما الخبر وبصراحة هو الخبر زي ما قلت لكم يجيب صدة النفس لكن السهم خلاص هو الآن في محور الدعم يعني اللي مرتب على التحليل ويبغي يعدل ويبغي يستفيد من هذه المنطقة يجعل في ظهره خمستعشر ستة وتسعين هلا ما لم يكسرها السهم في احتمال كبير يرتد منها إن شاء الله لكنه ضعيف حتى يتمكن من العودة فوق ستعشر سبعين متوسط الخمسين المكسورة أو ستعشر ستين هلا متوسط الخمسين المكسورة على الأسبوع شوفوا الأسبوع الماضي أغلق فوقه هل يتكون وتد في أيان قبلني يوم الخميس ويعود فوق ستعشر ستين هذا ما نتمنى الآن هو شوفوا ضاغط يعني بشكل مبالغ فيه شوية وكأني أشوف أنه فيه وتد حيتكون هذا الأسبوعهم أما لو كسر ستعشر ريال فحلمنا في هذا الوتد قد يتبخر والسهم سيزداد سوءا أكثر من الناحية الفنية أنا متفائل بعودة أيان إن شاء الله من هذا المحور يعني أقصى رقم أنا أتمنى إنه ما ينكسر هو 15 ريال وأربعة وتسعين هلل أنا كنت ناوي اليوم يو بدي أحط رجل أحط رجل هنا فأيا لكن صدوا نفسي بالخبر حق رفع راسل المشكلة إنه البعض يعتقد إنه المشكلة في شركته المشكلة مو في الشركة المشكلة إنه في مشكلة في السوق إنه السيولة ما هي يعني ما بتغطي واضح ما في شي بيخلينا يعني أنت وحظك شوف أعمار أعمار ماشي عرضي ماشي عرضي أعمار منذ أن نجح أعمار وحافظ قلنا على كفة الميزان إيش هي كفة الميزان في أعمار هذه شوف هذه كفة الميزان في أعمار شايفين شايفين كيف أرتد من متوسط الميتين على اليوم وراح اختبر منطقة قلنا عن 49 هذا إعمار طيب ليش ما يطلع إعمار ما ذال أمامه متوسط المية والخمسين اختبرهم ورجع طاح وقاعد ماشي عرضي إلى الآن المنطقة العرضية دي شوفوا في دعم فيها هنا هو يحترم إلى الآن اللي هي تسعة ريال أو عفوا تمانية ريال ستة وتسعين هلا شوفوا هنا تمانية ريال وستة وتسعين شوفوا هذا دعم إعمار الآن الدعم الأساسي شوفوا ثار فين تمانية ستة وستين متوسط الميتين ومنطقة قاع كفة الميزان هذه تمانية ريال فاصلة ستة وتسعين الآن هذا الخط شوفوا هذا شارت يومي الآن طيب إيش يبغي يا إعمار طيب دقيقة بس خلينا نحط الفيبو الأساسي للموجة دية كلها اللي هبطت في عام الفين واحد وعشرين من شهر سبتمبر اللي له تقريبا سنتين شوفوا من سنتين إعمار فين كان إعمار من سنتين في شهر تسعة هبط من مستويات تلتعش أربعة وتمانين هلا وصاحح تقريبا في شهر فبراير حتى مستوى سبعة ريال وسبعة عشر يا شيخ أرباط عفوا يا شباب من أربعة عشر تمانية وتلاتين هلا من أربعة عشر فاصلة تمانية وتلاتين إلى سبعة ريال فاصلة سبعة عشر أرتد إعمار الحمد لله وفق في اقتحام الثلاثة وعشرين فيم راح وصل ثمانية وتلاتين فيم وقريبا لعشر ريال وقلنا دائما العشر حفرة وكانت منطقة قوية وما قدر طاح وصل تسعة ريال رجع مرة تانية حاول عند العشرة ما قدر طاح أدنى نقطة سجلها الأيام دية إنه قلنا أدينا له دعم وتوقعنا إنه هذا أهم دعم ممكن يرتد منه وكان متوسط الميتين وارتد منه إعمار طيب إيش بيسوي إعمار طيب الآن ها شوفت عينكم ما شعر ما شعر إذا نجح إعمار لف الطار هيركزوا معايف تسعة تمنطائش وتسعة أربعطائش هذا متوسط الخمسين والمين إذا إذا طلع إعمار اقتحم خلينا نقول تسعة عشرين يلا نحط له خط هنا هذا الخط يقرأ بالضبط تسعة ريال وعشرين هلا أنا هنا سأتفائل كثيرا في إعمار بأنه إن شاء الله في الطلع القادم ما سيتخطى تسعة أربعين ويتجه تدريجيا إلى تسعة سبعين واحتمال نروح قريب التمانية وتلاتين فيبو تسعة ريال واثنين وتسعين هلا يعني قريب العشر طيب إعمار ضغط كثر تمانية ستة وتسعين عنده تمانية سبعة وتمانين الفيبو اللي نحن فوقه الآن كثر تمانية سبعة وتمانين الله يقرفه هنرجع نفتح ملف تمانية ستة وستين وكفة الميزان إلى الآن كل اللي شايفينه في إعمار إنه مسار عرضي بس أنا بعد ما لامس المنطقة ديه وارتد خلاص سار عندي ارتياح أنا ما ذلت أقول تفاعلوا بالخير تجدوا وخلوا بالكم مع تسعة عشرين إن شفتوا إعمار طلع العشرين هلا لديه وعدها والله استاهل المغامرة واستاهل الماركت واستاهل إنه نلعب معاه ونطلع قريب العشر لأنه حتكون إشارة قوية لو قفل فوق التسعة عشرين يعني اختحم المتوسطات الثلاث طيب على الأسبوع ما عندنا شيء على الأسبوع كمتوسطات إلا قريب العشر أو قريب التسعة ستة وتمانين هلا لديه يعني قريب ارتفاع زي ما يقولوا كم ما أنا شايفين شيء يستدعي الأيش الاهتمام إلا إذا كنا نبغى نأمن في المنطقة ديه اللي هي مطب عند التسعة اتنين واربعين يعني نقول إنه تسعة اتنين واربعين هلا لديه كمان هي بتدي باور أكثر للوصول إلى التسعة ستة وتمانين وتسعة اتنين وتسعين هلا لديه وهي متوسطة الميتين على الفاصل الأسبوعين فبما أننا ارتدينا من متوسطة الميتين على اليوم ونحن الآن فوق متوسطة الخمسين على الأسبوعين إن شاء الله نشوف السهم قولوا يا رب ياخدنا من هنا وتتحقق العشر بالمية قريب التسعة تسعين ولو جات العشر بالمية ديه زي العسد وبعدها لكل حادث حديث طبعا بعدها لو اخترقت العشر ريال وطلعنا من الحفرة إن شاء الله إن شاء الله نكشف 11 ستين ودائما نقول إذا اخترقت التمانية وتلاتين أن كشفت الواحد وستين فيه وخلونا نشوف نرسم تريند كده ونعتبر إنه هذا الاتجاه كأنه الاتجاه الهابط الآن وكأنه اقتحام اعمار تسعة سبعين وعشر ريال يأكد انحرافنا الإيجابي خارج الاتجاه الهابط من القمة 14-38 واضح اعمار يا راعي اعمار يا أخي أسئلتكم كثير رغم أني أنا هذا التحليل ترى ما هو أول مرة دائما أعيد وأزيد أنتوا تشوفوا السهم واقف يجيني بعد أسبوع يسأل إيش رأيك في اعمار طب يا أخي أنت ما فهم إيش رأيي في اعمار يعني ما زال رأيي في اعمار إنه ما داموا فوق التسعة ستة وستين وتسعة أنا ما زلت أشوف إنه هذه مناطق إن شاء الله يرجع منها ويرتد رجع أول مرة إن شاء الله ما يحتاج يرجع مرة تانية يزوره الآن خلي بالك مع تسعة عشرين هذه المتوسطين تسعة أربعة عشر تسعة تمنطعش نحن ليش قلنا تسعة عشرين تسعة عشرين عشان خاطر هذا القاع المكسور كده لو عدينا يبان في الشمعة إنه اخترق المتوسطات والقاع المكسور فيه أوضح من كده شارت ما أظن فيه كده أوضح من كده معلومات لذلك إيش نقول عليه عمار الصبر طيب الصبر طيب وتاخد الحق ما لم يكسر تمنطعش ستة وستين هلنا والله أعلى وأعلى طيب هذا بحر العرب تخيلوا إنه هذا الشرط شوف هذا القاع كان في شهر سبعة ونحن الآن في شهر كم أواخر شهر تمني تخيلوا إنه هذا آداء سهم بحر العرب ليس منذ عام ليس منذ مطلع الآم وإنما أكمل عام كان تخيل نفسك إنك إنت داخل هذه القناة وشوف الخطوط هذه اللي برسم لك هي هي عبارة عن قمم وقيعان يعني كم دور كده عندنا في بحر العرب داخل هذه القناة اللي عمرها سنة عندنا مرحلة واحد وعندنا مرحلة اثنين وعندنا مرحلة رقم ثلاثة إلى الآن نعتبر إنه السهم صالح للتداول ما لم يكسر خطة تريند الصاعد هذا من أهم دعوم خطة تريند الصاعد هذا هو مستويات الخمسة وستين دقيق لو حطينا خط هنا عرضي وين إنكسر؟ إنكسر بالفعل عند الخمسة وستين ريال اليوم السهم يتداول عند سبعين وعشرين أهم شيء هذه الخمسة وستين تبقى دايما صامدة السهم زي ما أنت شايف خارج البولينغر على الأسبوع لو لعب في عالم السبعينات أفضل عشان يكشف متوسط الخمسين على الأسبوع المكسور عند الخمسة وسبعين إلى ستة وسبعين ريال سكف المرحلة الأولى إنت تعتبر الآن يعني فقيعان في بحر العرب على الأسبوع طيب لو روحنا دخلنا في تفاصيل شوي على اليوم يعني في محاولة لبناء قاءة من أهم مقاوماتنا في بحر العرب اليوم الملفتة للنظر هو تخطي مستويات اتنين وسبعين ونص بيننا وبين هذه المنطقة ريالين وثلاثين هنب اتنين وسبعين خمسين هذه أهم مقاومات بحر العرب طيب لو نذي البحر العرب وين الدعم الأول تمانية وستين عشر الدعم الثاني هو القاع اللي وصله ستة وستين سبعين الدعم الثالث هو الخمسة وستين طيب كيف منظر السهم منظر السهم شوفوا نازل من فين نازل من تسعين ريال الين ستة وستين بحاول يرجع لكن كيف شكله ضعيف ماشي على مبدأ القمم والقيعان الهابط كيف نبدأ نتفاعل مع السهم ده إذا عدت اتنين وسبعين ونص يعني لو اخترق هذا القاع نبدأ نقول أن نظرية القمم والقيعان الهابطة لعلها بدأت تتغير إلى قمم وقيعان صعي هو الآن شوفه سوى قمم وسوى قاعدنا مقاعد طيب كيف أكد أن المعادلة اختلفت أن السهم يصعد فيقتحم اتنين وسبعين ونص خلاص لكن أنا أبغاك تفهم المراحل الثلاثة هذه طيب لو عديتنا اتنين وسبعين ونص معناه كشف سكف الدور الأول وكشف متوسط الخمسين يعني ما بين خمسة وسبعين خمسة وثمانين إلى مناطق قريب سبعة وسبعين على النظرية أو خلينا نقول مستويات بالملي والله هي سبعة وسبعين سبعة وسبعين تقريبا يعني ممكن سبحان الله يحقق لك العشرة بالمية دية من سبعين ريال إذا تخط اتنين وسبعين ونص من منطقة سبعين عشر يا الله أنت وحبك إذا عدينا المرحلة دية دخلنا في مرحلة ثانية إذا عدينا المرحلة الثانية واخترقنا الميتين وسقف الدور الثاني دخلنا في التالي السهم أساسا قاعوا فين في ديسمبر قاعوا السنوي فين اللي ارتد منه كان أربعة عشر أربعة عشر طيب كم قيمة اسمينت أبوك اليوم أربعة عشر ستة وتسعين خمستعشر طيب يعني إيش نبغى إيش تبغون نقول لكم يعني إنه في سلبية تغير قناعتنا في السهم ما في سلبية تغير قناعتنا في السهم السلبية اللي هو عايش هي سلبية حقة المرحلة المضاربة دية اللي طلعته سبعتاش ونزلته إلى الآن وما عكس الاتجاه لكن استراتيجيا تعالوا شوفوا كلام أبو محمود صحيح ولا قاعد إيش اسمه دا تعالوا قاعد يألف عليكم ها شوف يقول لك لا صدق إلا عينك طيب لو رحنا لشارت اسمينت أبوك قلنا له اسمينت أبوك إيش الهرجة هيا شوف شوفوا أنا محلله يعني وشارته محلل يعني شوف تعرفوا إنه قادلنا إغلاق شهري شوفوا في شهر ستة قبل سنة وشهرين فين كان شوفوا فين كان هذه الشمعة الأولى الحمرة دي كان الكلوز عند 14.86 هذا على الشهر أتخيلوا يا جماعة هذا الكلام ميته في شهر ستة في عام 22 بعدها السهم شوفتوا فين طلع وصل قريب 18 بعدين طاح لما طاح وجاه هنا في قاع ديسمبر أدنى إغلاق شهري فين كان 14.92 مع إنه السهم لامس قاع قريب 14 ريال اللي هو 14.6 طيب بعدين شوفوا جلس ومن هنا نحن دخلنا في السهم لما شوفنا استقر فوق الخمسطعش وجاء يخترق المتوسط هذا ركبنا مع اسمين تابوك وراح فينا للسبعتاش وبلغ السهم كما زي ما ذكرت لكم 17.30 حتى أذكر في ذلك اليوم أنا كنت راسم التريند الهابط الفرعي كده واللي خلانا نفرح إنه رايحين سبعتاش ونحن طالعين عدينا الفيب و23 وعدينا التريند هذا طيب الآن شوفت عينكم طلع السهم هل قفل فوق 17؟ ما قفل فوق 17 لم يخترق حتى الدعوم هذه المكسورة هنا شوفوا المنطقة دية المرحلة دية شايفين المرحلة دية كيف؟ أساساً اسم أنت أبوك هو نازل أتكى على السبعتاش شوفوا شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة لما كسرها دخل في مرحلة وصلته أربعتاش تخيلوا الآن له سنة وشهرين وهو في المرحلة دية اللي من أربعة عشر إلى سبعتاش طيب الآن قبل كده مكسورة ليه؟ ما كانت مكسورة لما كسر الستة عشر في مطلع العام طيب يصر راح سوى قاعين متجاولين وطلع واخترق المتوسطين يعني معناها خلاص المتوسطين ما صارت لها قيمة عندي أنا عارف أنه طبيعة هذه النوعية من الشركات بدأت أخذ فكرة أنه هدولة ما يعني عشان كده بأقول أحفر وادفر طيب أقول لكم على حاجة دائماً نحن لما نحتار في الأمر الفني إيش نسوي؟ نسأل التحليل المالي إيش رأيك التحليل المالي في اسمين تابوك؟ أول حاجة يقول لك قيمة الدفترية خمسة عشر ونص هاي لو رحنا للمؤشرات المالية ورحنا سألنا المؤشرات المالية قلنا لهم هذا اسمين تابوك إيش عنده؟ قالوا والله المؤشرات المالية قالت والله اسمين تابوك قيمة الدفترية أربعة عشر ونص آسف فأنا قلت خمسة عشر ونص أربعة عشر ونص الله يعني السهم اليوم الداول قريب 15 يعني مضاعف دفتري 1.04 يعني هذا قريب راسمال الأساسي طيب ايش عنده أرباح قال هو عنده 60 هلالة تقريبا كان عنده نموخ في الربع الأول والثاني من هذا العام طيب حلو طب ليه ما بيطلع ما بيطلع المخرج عاوز كده ضاغط على الاسمنتات ما يبغى تطلع في الوقت هذا مأجلها وانا متوقع هذا الكلام وقاري أفكارهم انه في نهاية العام لانه تول اسمنتات خارجه من كبوة هي عاشتها في فترة 22 ولسه يعني ما كان في انتعاش قوي في 23 لكن بدأ شوية شوية أمس حتى قرينا خبر في أرقام انه ارتفاع أرباح الاسمنتات في النصف الأول من 23 يعني هذه أخبار تبشر بالخير عشان كده أنا أقول طيب ليش اسمنتة بوك بالزات مسمينه سهم لأنه هو ليش زادت أرباحه لأنه في مشروع نيوم قائم وبدأوا يسحبوا اسمنت وتعرفوا انتوا ما شاء الله مشروع نيوم ضمن رؤية 20-30 لسه مشروع ضخم وكبير وأكبر مغذي للإسمنت هو اسمنتة بوك بالقرب منه مع أنه نيوم والله لا مصنع تبوك ولا مصانع الاسمنتات كلها تكفي مشروع نيوم لو كلها تفرغت نيوم لكن نحن طبعا متفاعلين فيه أنه هو أقرب أنه ينمو لأنه ممكن هذا المشروع دائما يستفيد منه اسمنتة بوك أنه يغذيه بالاسمنت طيب معناه نحن ماليا مرتاحين سعر عادل نمو متوقع قادم طيب الحالة الفنية الحالة الفنية شوفت عينكم هل يوجد حالة فنية منذ عام تغيرت يعني ايش نعتبر سلوكس من تبوك من سنة كأنه أشبه بحركة عرضية لا في صعود قوي تشوف كده موجة واضحة قدامك ولن تشايف هبوط أنت كل اللي شايفه أنه خلال عام هو جالس يتذبذب داخل الريالين الثلاثة ريال دي طيب نحن فين بالنسبة للريالين الثلاثة ريال دي نحن نتداول بالقرب من الأدنى يعني كذا كان الأدنى 14 ريال واليوم السهم قريبا لـ 15 ريال والأعلى فين 17 ريال إلى 18 ريال يعني نحن نق تقريبا قريبا الأدنى السؤال بعد ما سمعته الشرح ده هل اسمين تبوه من نوعية أحفر ودفن أو من نوعية عفشك والجبل أو من نوعية انتبه هذه قيآن بعدين تعالوا انظروا للشار التاريخي أساسا السهم يا جماعة الخير جلس في عام 2016 وفي 2017 وفي 2018 كان دائما مقضيها تحت الـ 14 إلى قريب العشر بعد أزمة كورونا استطاع السهم أن يتخطى هذه المرحلة ووصلته إلى 25 هذه المناطق اللي عداها اسمين تبوه كانت بالنسبة له أشبه بانتقال من مرحلة المرحلة الآن تحولت المقاومة دية المرحلة دية اللي هي من 14 و 15 كمحور مقاومة اتحول في تاريخنا دا في عام 23 أصبح دعم يعني نحن إذا ما شفنا بعيننا كسر للمرحلة دية وإغلاقات تحت الـ 14 ريال معناه نحن نعتبر أنفسنا في قاح إذا كانت في الثلاثة سنين ما قبل كورونا تعتبر محور مقاومات أصبحنا نحن في محور قيعا وتخيلوا لو ربي كتب لنا أن السهم يتخطى في المرحلة القادمة 16-17-17 نكون قد حتى بدأنا نعدي مستويات تاريخية من قيعان 2009 أيام الأزمة المالية العالمية و2010 وبصراحة قوة لذلك أنا قلت العبارة الشهيرة لا تتوقعون اسمين تبوك يطير فينا إلا لو أغلق فوق السبعة عشر لأنه لو كان هنا يا شباب السهم نايم في المنطقة هذه انظروا من بعيد في الشرط حتلاقوا أنه نحن تاريخيا لما كنا نايمين هنا شوفوا إيش كان يصير يا بعد كورونا يا في عام 2011 كان السهم بالراحة يوصل 23 و25 ها يا بو يحيى وها يا السامعين هل عب عينكم الكلام ده هل أقنعكم نظرة دي وأنا والله لا أعلم الغيب أنا زي ما قلت لكم والمحلل هو عبارة عن شخص يشتهد في قراءة الشارق ويكون عنده بعد نظر فيه ويحاول يركب عليه التحليل المالي ويبدأ يقيم فأنا تقييم الاسمين تبوك يقول أحفر ودفين أنت لست مغبون بشراءك هذا السهم بهذه القيمة يعني يوم يضغطك السهم الله يعينك ما لك إلا أنك تصمد لأنه شغل حرامية بصراحة وشغل بصراحة مزعج الغرض منه هو أنه يبغوا يكرهوك في السهم ويبغوا لمستقبل واحد وانت الضحية لذلك انت خلك جامد وأرسل لأنه ما حد حيحقق 40% في المستقبل يعني لو طلع السهم من هنا إلى 21 مثلا أو وصل متوسط الميتين يعني لو قبع السهم من هنا في المستقبل وشفت الشارت كده قريب متوسط الميتين قريب النسبة الدهبية 21 هذه كم حتكون بالنسبة المئوية كأنه السهم طلع 30 35% طيب الـ 35% من يبغى يجيبها مين يبغى يجيبها واحد مضالب ولا يبغى يجيبها واحد استراتيجي اشترى السهم وقفل عليه وقال أنا أنا ما أقدر أحدد لك وقت وزمن لكن لكن أحب أقول لك من حسب توقعات الشخصية إنه ممكن إن شاء الله على نهاية العام ممكن نكون نحن عايشين في المراحل دي اللي قاعدين نبحث فيها عن 21 يعني السهم يكون في طريقه إلى المتوسط أتخيلوا لو نحن طلعنا في المستقبل وصلنا 21 وحصلت المفاجأة الكبيرة المفاجأة الكبيرة هو أن نقتحم متوسط الميتين على الشهر تعرفوا بعدها أنا لا أتوقع أنه يكون حدا 25 قمة 21 أتوقع السهم سيحقق قمة أعلى من قمة واحتمال أن يكون في عالم التلاتينات ولما يوصل التلاتين يكون دبلس من تبو حيجو العالم في عام 2024 يقول الله تذكر يا أبو محمود زي لما جوحت قون الألماني يا الله والله يا أبو محمود شفت الألماني المعفن كم سنة جلسنا شف كيف دبل الألماني زي كده حيجو ناس في فترة من الزمن يقول الله شفتوا اسمين تابوك دبل من 15 زي ما قالوها اللي بعد كورونا أنتوا تعرفوا بعد كورونا طلع اسمين تابوك من 11 و 12 دبل ولا ما دبل وصل 25 12 و 12 24 شوفوا وصل 25 صعب يدبل من 14 ل 28 ولا من 15 ل 30 ما يصعب عليه لو اشتهوا وجاء وقت الاسمينتات وجاءت الفورة وحصلت الاختراقات يا أخي إيش اللي يمنعهم منهم يدبل طب مين حيكسب الأشياء دي حيكسبها اللي عنده بعد نظر واللي صابر والمستثمر أما المضارب ما له مكان في الشركات هذه هذه الشركات الآن ما يحققك مضاربة ولا حققك لعب وحتتعب فيها وحتلاقي نفسك إنك جالس زي الأطرش في الزف هذه الشركات للناس اللي عندها سيولة حلوة وعندها كده تبغى تاخد لها كم سهم تبغى تحط رجل في الاسمينت رجل في هنا تلعب هنا تتسلى هنا وتقول لك أنا ما أبغى أغامر بكل سيولتي لكن سأجعل قسم من هذا الاستثمار في اسمينتبو 1301 بسرعة يا واد فينا الشارت خلينا نشوف مع بعض الله والله عدينا المطب يا شباب المطب 28 الحمد لله الحمد لله أني ما انتبهت لو كنت ما انتبه هو طالع كان بعت ذا حين سأجعل بالكمية منطقة محافظتي على الأرباح لو كسر 28 الآن السهم اخترقها الله يتمم له على خير طيب فين رايحين وين رايحين نرجع للشارت الكبير ونتأمل فيه شوي وين رايحين والله العظيم نحن يوم تجزأ السهم تجزأ على 29 سبعين وين رايحين وين رايحين يا ابو محمود وين رايحين 29 ثمانية وتمانين تصدقوا يا حبايب إني أنا مني شايف مقاومة تستحق الذكر لو نجح أسلاك في الثبات فوق 28 وأنا هنا أخاطب صغار المضاربين والناس اللي ما تدور الفتاة وإنما تدور المحطات الأكثر أهمين هي نفس المنطقة اللي تجزأ عليها السهم يوم تخفيض راس المال هي تعادل متوسط المية على الشهر وتعادل متوسط الميتين على اليوم نحن ما دمنا طلعنا من الحفرة دي لو سبت أسلاك فوق 28 والله مفروض لا نقبل إلا بالوصول إلى هذا المحور لأنه هنا أنا ممكن أقول لكم أنه هذا المنطقة مقاومة لأنها شوف قمة صرف عليها وطاح اللي هي 28.65 أقدر أقول والله هذه مقاومة لحظية بس أحسها ضحك على الدقون إذا فعلا نحن ندور رقم صحيح وكانت الناس معدلة فأهم مقاومة على الإطلاق القوية اللي نحسب له ألف حساب حتكون قريب خطة 30 ريال ما بين 29.70 إلى 30 ريال في هذا المحور والله تعالى أعلم شوف هذه المنطقة اللي أنا أعتبرها الأساسية لكن لو جاء واحد قال يا أبو محمود والله بعيدة هذه أدينا محطة أقرب أقول له شوف القمة دي اللي سجلها هنا وصرف عليها وجاء كثرة 28 باختراقك 28 نقول مقاومتك 28.65 هنا في عالم تعلقت إنفك تعليقتهم واخترقها كشفت 29.70 لا أنا منطقة القوية ما هي 28.20 يا بوغلس أنا أبغى 29.70 أتخيل لو نحن خلال اليومين دي كتب الله لنا نصعد الريال ونصهد كيف حيبان شمعتنا الشهرية حيبان وتد محترم وإغلاقنا فوق المية حيعطينا صمام أمان لا تنسى إنه في تقاطع ذهب يحاصل من زمان في أسلاك الخمسين مع المية الآن نحن كيف نتداول تحت المية المية هي اللي مضعف أسلاك لكن أتخيل لو عاد أسلاك فوق 29.70 الله تعرفوا إيش معناه معناه خلاص ترندكم الفرع القادم الصاعد وقناتكم الصاعدة ستكون هنا وإن شاء الله الوعى الثلاثة وثلاثين في المستقبل فلو اخترق متوسط الخمسين والثلاثة وثلاثين إن شاء الله يقودكم إلى مناطق قريبة التسعة وثلاثين أو تمانية وثلاثين ويصير منظركم بهذا الشكل في المستقبل أما لو كان يبغي يخرب بيتنا ويبغي يدخلنا لا سمح الله في نكبة جديدة فهو أن يتجاوز في نزول قاع الموجة منذ مطلع العام عند الستة وعشرين عشرة شوفوا نحن في أسلاك في قيعان بدل أنا قلت يمكن نسوي قاعين متجاورين أو قاع أعلى من قاع العموم الحمد لله بداية جيدة الآن إنه نحن فوق تمانية وعشرين الله يقويها اللعبة دية لكن لا ننسى إنه تسعة وعشرين سبعين هي أحلى رقم نبحث عنه هذا الأسبوع قبل الإغلاق الشهري لأنه يمثل بالأول متوسط المية على الشهري زائد إنه قريب من متوسط الميتين على الفاصل الأسبوع بالتوفيق للجميع آه يا السيارات يا ناس يا ناس السيارات عاد قريب أعلى مستوياته جنى أرباحه وطاح وعلق ناس وجمل الله حاله ورجع السهم وشوفوا اليوم يعود إلى أهم رقم أهم رقم السيارات أنتبهوا يا حبايب أنتبهوا يا حلوين شوفوا هذا شار تاريخي 83.50 شوف هذه كانت 83.50 قمة عام 2006 يا الله 83.50 يا ناس إيش القرف إيش اللي قاعد أصير معا 83.50 وهنا سبعة ريال وسبعة وعشرين شوفوا الآن فين بيلعب السيارات أمس لامس من جديد شوفوا المرة الأولى اخترقها لكن لم يغلق شهريا فوقها والآن نحن مقبلين على إغلاق شهري إذا أراد السيارات أن يعطينا انطباع إنه عنده نية يكمل وعنده نية يبدع وممكن يسجل رقم هو الأعلى يعني لازم السهم يصعد فيتخطى 67.20 ويغلق شهريا فوق الآن أنا أشوف أفضل شيء وعملية التخفيف والبيع والاستفادة من هذا الصعود والقناعة القناعة ثم القناعة فإنت بتبيع هنا أقرب إلى 78 فيبو من الموج في المناسبة هذه قمة كانت في عام 2000 في شهر 9 في عام 2006 كانت قمة تانية بعد انهيار 2006 عاد السيارات بقوة وراح ضربها السهم وبرضو جابها تاريخيا في موجتنا الحالية وهو هذا الرقم اللي بعد 67.20 اللي هو يعاد المستويات 70.70 طيب السؤال اللي يطرح النفسه ماذا تريد يا راعي السيارات يلا ما تيجي تسأل عن السيارات الآن تبغى تشتري هل هذه المنطقة اشترى فيها الآن ها ترى السهم جاي من 28 من 30 مدبي ايش عنده السيارات ايش اخباره ايش ارباحه ايش مكرره لو انت لو سألتني عنه في يوم من الايام وهو قريب 54 شوفوا لما طاحوا صحح من فين ارتد شايفين كيف ارتد شوفوا التحليل الكلاسيكي لما اخترق النسبة الذهبية من موجة 2006 واكدها باختراق سقف القناة شوفوا هذه سقف القناة شوفوا كيف راح جاب الاهداف هادي اللي فوق 78 فيبو والقمة دي شوفوا لما جان ارباحه في شهر 8 شوفوا ارتد من فين السهم سجل الادنى 55 90 مع انه كان قريب محور اختبار السقف والفيبو هنا هذه مناطق المناورة والتحدي في السيارات وشغل المحترفين اللي رجع قبعه من هنا من عند الاختبار وقال اه لو كسر 54 ستوب غير كده امتن يرجع السيارات يطلع طيب رجع السيارات ووصل 67 ماذا تريد الان يا اخوان لابد تنظروا من هذا المنظور لابد يكون عندكم نظرة في الشارتات الكبيرة عشان تفهم احيانا الفريمات الصغيرة شوف الفريم الصغير اشي مورين نموزج ولا اروع رأسه كتفين بس النماذي دي جاي فيين ما يجاي بقيعان جاي بقمم انتبه لان انخدع فيها على العموم انا لا اقلل من شأن السهم السهم هذا لو تخطى 67 20 حيبدع لكن حيبدع هل حينجح بس شهريا ما يستغل الابداع دا للتصريف ويرجع اخر الشهر يكسر 67 لذلك يجب ان تحترف القراءة اللحظية والقراءة الكبيرة على العموم انا ما عندي قلق للمضاربة اليومي لو اغلق فوق 67 20 ممكن يكمل السهم لكن لو تراجع شايف دعمك فين والله انت عشان ترجع بس تختبر متوسط الخمسين الفرق 10 بالمئة لانه عشان انا اقول الله يستر ما يجرك ل54 هالي حتكون على حساب كثرة 60 وانت اليوم فين بتلعب قريبا 67 الحمد لله وضحت الامور دي واصبح يا راعي ساسفو انت ودمتك وضميرك لا تصدق الا عين انا اشوف ان السهم ممتاز فنيا ولكن لملاك وفي محور مقاومة يجب ان ترفع درجة المحافظة على الارباح يعني اقلها على نظرية 357 ان لا يكسر من سعر الحال 65 عشان لا يبدأ في عملية الضعف خاصة وانه قد لامس 67 20 بعد العودة من مناطق 56 يعني رجع طلع 10 ريال ما تخاف تكون هاي قمة ادنى من قمة ثم يأتي لانحراف مرة ثانية وتشوف السهم قريب 54 يجب ان تحسب حساب هذه الامر نبغى ريال يا برويج ريال وعند الامتحان يكرم المر او يهان فوق الواحد وسبعين تمانين نبغى تلاتة وسبعين سبعين هذه محطة وهذه محطة اذا كان الراجح ان شاء الله فوق المساء اما كسر السبعين او سبعين ونص الله المستعب سبعين ستين سبعين ستين منطقة الترينت لا يا جماعة ايش رايير شارط الراجح ايش اللي تتوقعوه يطلع ولا يكسر في حد يعلم الغيب ما في حد يعلم الغيب بس انتوا تشوفوا منظر الشارط يوحل ايش هل يروح ما بين التمانية وسبعين الى التمانين سكف القناة او خلينا نقول هل يروح لمتوسط الخمسين على الاسبوع شوفوا هذا شارط اسبوع شوفوا الفيصل منطقة السبعين ستين طالما فوق سبعين ستين لازم نتفاعل لازم نكون متفاعل لأنه ما عندنا المسار عربي المسار عربي شوفوا من ميته ونحن ماشين محصورين ما بين التمانية وسبعين والسبعين داخل هذه القناة يوجد تريند هنا يقول لكم شوفوا متوسط الخمسين نازل اذا اقتحم التريند هذا مع المتوسط راح من تمانية وسبعين الى تمانين اربعين الفيض يعني بلغ هذا الهدف ولا قدر الله لو كسر السبعين ستين وكسر التريند هذا كشف الميتين وكشف الخطة الاستراتيج هذا قريب ستة وستين ريال فيا يطلع عشر بالمية فوق ويا يطيح بكسر السبعين عشر بالمية تحت السهم ما شف بشكل عرضي مو راضي يبين لكم شيء مجمدين امه بالشكل اللي شايفينه قدامه اختراق التريند هذا عند الخمسة وسبعين ريال او خمسة وسبعين خمسة عشر هن الله يبعدنا عن هذا السيناريو وانشاء الله يطلع بالشكل هذا اه يا سبوك اه تسعة وثمانين عشرين متوسط الخمسين تسعين ريال اختراق المثلث وخط المسار الهابط هذا اقرب قيادي يشارك ارامكو ابداعه هو سهم سبوك شوفوا كم بيننا وبين هذا الابداع ريال وستين هللة يا سابك يا سابك تكفى يا سابك داخل على اثمعشر مليون سابك نشتري مية وتسعة وتلاتين الف واقف في وجه مطب تمانية وتمانين تسعين شوف الله يطول في عمر الموجدية وتخترق وتخترق التسعين ريال سابك فوق السبعة وتمانين أربعين نقول يا كريم نستحق المتابعة والاهتمام الله يا عبيب يمعذي بقلوب الحيارة سبعين أربعين سبعين أربعين ما ذال يستمر في مغامرته سبعين أربعين ما ذال يستمر في مغامرته ومبروك لكل من عاش معه موجته منذ أن تحرك من مناطق الأربع وستين في أولها عبيب للاتصالات هذا السهم المضارب في قطاع الاتصالات تعرفوا يقترب من إيش يقترب من قمة عام الفين وواحد وعشرين في شهر مارش بعد تخطي تلاتة وتسعين سبعين تمانية وسبعين فيبو أصبح يقترب من المية وتسعة فاصل خمسة وستين وهو أعلى رقم سقط منه عذيب في شهر مارش من عام الفين واحد وعشرين تحولت الأربع وتسعين ريال الآن إلى أهم دعوم التي يجب ألا تكسر لأنه كسرها هو ضعف للسهم بالذات على الأسبوع لأن الإغلاق الأسبوعي في الأسبوع الماضي تمكن عذيب من الإغلاق فوق أربعة وتسعين تمانية وسبعين فيبو بعد تخطي هذا الرقم شوفوا الآن يتداول عند مية واثنين قريب من رقم النظري النفسي مية وثلاثة الله أكبر شوفوا بداية قوة عذيب لما أغلق فوق تسع وتمانين سبعين هذا الخط أو هذا القاع المكسور ثم بعد ذلك أربعة وتسعين شوفوا الآن فوق سكف البولينجر على الأسبوعي في مغامرة قريبة من قمة فرعية الآن كانت في عام الفين وواحد وعشرين أدنى من القمة الرئيسية مية وتسعة فاصلة خمسة وستين وهذه المقاومة الآن مية وأربعة فاصلة خمسة وأربعين بينه وبينها أقل من ريالين لو تجاوز المية وأربعة ومية وتلاتة على النظرية نقول ممكن يكشف المية وتسعة على العموم الله يبارك لملاك السهم الآن كما نلاحظ أحبتي يقترب يقترب من قمة تاريخية داخل قناة صاعدة حسب اللي واضح أمامنا أبعاد هذه القناة مية وتلاتة عش وهل يفعلها عذيب شوفوا 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 حتى الستة وتسعين كانت في يوم من الأيام من قيآن عام 2014 الله أكبر هذه كلها ما فيها إغلاقات شهرية لسه لذلك الليعب في عذيب هو نوع من أنواع المغامرة يجب أن نضع في ظهرنا أربعة وتسعين خط أحمر لأنه لو كسر أربعة وتسعين بعد ما وصل هنا تخشى من لا سمح الله بداية تصحيح وانتهاء لقوة عذيب الصاعد اختراق حاجز المية معطيل وبول اللحظة الله يا بيب بيب الله يا بيب بيب يا خليفة عذيب الله يا بيب بيب وكأننا قد كشفنا فعلا حاجز التمانين قلنا بيب بيب الله يا بيب بيب سواها بيب بيب وأوشك على التدبيل من أربعين بداية اللعبة وبداية الفيلم الأول بيب بيب هذا كنت أنا أميل له أكتر من عذيب بحكم قلة عدد أسهم ولأخبار وتحس النتائج وفعل نسواها واليوم يتخطى أربع وسبعين عشرين على مشارف مطب على النظرية سبع وسبعين وبوابة للنسبة الدهبية اثنين وثمانين ونضع في ظهرنا في بيب بيب الآن الخمسين فيب كدعم اثنين وسبعين ثمانين رئيسية وأربع وسبعين عشرين مضارف مضاربية أما المقاومات نقول سبع وسبعين على النظرية اختراقها هي بوابة اثنين وثمانين بالمناسبة نحن الآن تقريبا عند الخمسة وسبعين أنا بيب العربية قد تخط القمة الفرعية هذه يلي كانت في شهر اثناش من عام الفين وواحد وعشرين ولكن بدون إغلاق برضو بيب بيب الآن زي عذيب دخل في دخلت اللعبة في المخاطرة الكبيرة وهذا لما نقول دخل في المخاطرة زي لما نقول السهم لملاكه لملاكه وملاكه والمتمكنين منه والبعيدين عن المخاطر هم أكثر الناس اللي ممكن نشجعهم في البقاء والاستمرارية معاوة رفع مستويات المحافظة على الأربع أما المضارب فيجب أن يكون محترفاً ويتابع بعض المؤشرات على اللحظة حتى يعرف الإنعكاسات السلبية من فوق ولا يقحم نفسه بأرقام أو بشراء يقود لا قدر الله بعد فترة إلى الضعف فيتعلق تعليقاً محترماً ويا بخت الصابر إلى صبر مبروك آخر مرة اتفاعلنا مع سهم بيب بيب عندما حافظ على التمانية وخمسين ثلاثين واخترقت ثلاثة وستين ربع وذكرت وقتها وأنا أشاهد هذا الاختراق هنا أن بيب بيب أعطى إشارة ولا أروع إنه ممكن يسويها ويروح عالم السبعين وشوفوا بيب بيب ما شاء الله منذ بداية أوغست ونحن نقترب من نهاية أوغست قبل السفر إلى تركيا كنت أقول بيب بيب أعطى إشارات لاستمرار الصعود ونتائج الربع الثاني مع صفقة أيضا أرامكو وبيعة الأرامكو رفعت ما شاء الله من محفزات هذا السهم فنيا وفعلا مشي وشوفت عينكم الآن نحن جالسين أو ما ذال السهم ما شاء الله يبدع كاشف لنا النسبة الذهبية من هذه الموجة وهل يستمر في هذا الإبداع كما استمر عذيب في إبداعه شوفوا أبو ريحة يا أبو ريحة شوف فين واقف أبو ريحة في يوم من الأيام اقتحم أبو ريحة هذا الترين من قمة عام 2021 في شهر تسعة كانت 64.5 مرورا بقمة 63.5 واخترق هنا 62.70 وانطلق السهم واستطاع أن يحقق 127 فيبو اللي هي مستويات 71.5 ثم عاد واختبر ثم ارتد ثم عاد واختبر ثم ارتد والآن شوف فين واقف واقف عند منطقة التريند اللي اخترقوا في عام 23 وعلى وجه التحديد في شهر 6 ونحن الآن في شهر 8 وهذا هو الاتجاه الصعب أغلق الأسبوع الماضي تقريبا عند اختبار التريند واختبار وشوف الآن المنطقة اللي واقف فيها مع مطلع الأسبوع منطقة مفترق انطلع السهم من هنا واخترق 64.5 يا سلام يعني تجاوز القمة اللي اخترقها اللي هي قمة 2021 وبما أننا الحد الآن أسسنا دعم هنا عند 61.10 نقول يا جماعة هذا تأكيد سلبية السهم لا يكسر 61.10 أو يتأكد الإغلاق الأسبوع دونه لأنه ممكن تخلينا خلاص رسميا كأننا قلنا لموجة هذا العام game over رسميا وخلاص ويصير يغلب على ظننا نزول السهم أكثر من صعوبه تصدقوا إلى الآن أنا في منطقة حيرة عندما أقرأ الغاز ما أني قادر أقول أنه أنتبهوا من السهم أخرجوا منه أو تعالوا أدخلوا فيه فإذا كنت أسأل وأنت من ملاك السهم أعتقد أنه الأمر واضح قدامك كل ما عملت إلى التداول فوق 63 أو 62 63 ونص إلى 64 كمل شغلك مع الغاز فالغاز جميل وحلو وحيبال معانا أنه ما زال يحافظ على اتجاه الصائد منذ منذ عامك تقريبا من شهر جولاي من العام الماضي يعني من سنة وشهر أما لو شفت انحراب وتأكيد لكثر قاع الأسابيع الماضي أو قاع أوغست بهذا الشكل نصيحة حافظ على أرباحك وانتبه لنفسك لأنه هنا نحن دخلنا في المناطق السلبية والمناطق السيئة وعشان تبال معاك إنها فعلا سيئة إذا لم تقتنع بالخروج من المساء لم تقتنع من إنك نازل على الأقل هذه موجة هابطة كيف تقبل بالانحراف عن الدور هذا الأول فلا قدر الله ممكن يبدأ يسحب فيك ويبني لك الدور تاني ويعيدك إلى هذا المحور من جديد فأنا والله إلى الآن بناء على إغلاق الأسبوع الماضي ما عندي شيء الآن واضح إلا أنه أقول إن شاء الله الغاز يرجع فلو عاد فوق أربعة وستين ونص أو تلاتة وستين ونص فأنا مع البقاء في الغاز والاستمرارية في الاستفادة من هذا الوضع الجيد في السهم الاستراتيجي أما الانحراف عن الواحد وستين عشر فالأفضل هو التحسب من لا قدر الله استمرار الضغط علما أنه عندنا دعم عن تسعة وخمسين وعندنا دعم متوسط الخمسين الأسبوعي سبعة وخمسين لكن بغض النظر معناه أنت بدأت تدخل في الضغط والخسائر عن هذا المحور إن شاء الله تكون فهمت اللعبة واستوعبت ماذا أقول لك إن تسمعني وأنت من ملاك الغاز قول بيني وبين وقف خسارتي واحد وستين عشر وخليك لكن لا تملي يدك كثير إلا بتخطي ثلاثة وستين وستين واربعة وستين ونص يعني حاول تخفف لو طلع ريال ريالين حتى تتأكد من أنه تجاوز منطقة ربط الحزام أما لو عدى أربعة وستين وربط الحزام فلا أستبعد عودتك من جديد في محور السبعين ريالين واضح يا راعي الغاز نسأل الله لكم التوفيق ما أدري ليش أحس الغاز يعني فيه احتمال كبير إنه يرجع لأنه ما زال شوفوا عند منطقة بداية قوته اللي حصلت في شهر ست يعني هو الآن في منطقة اختبار لها وما زال يختلرها طيب خلوني أخذ لكم بما أني تكلمت عليه نستعيد بعض الزكريات المهمة التاريخية في سهم الغاز للتصنيع وننظلوا كده على الشهري بمنظور آخر نمسح السبور ونوريكم هذا الشارط العالم الشارط الدولي زي ما يقول هذا الغاز للتصنيع من قمة عام 2006 يلي كانت 185-80 وحتى قاعوا في الأزمة المالية العالمية 14-90 وهذا الكلام اللي حقوله الآن ممكن يخدم المستثمر أو المضارب على المدى المتوسط والبعيد يا جماعة راعي الغاز للتصنيع سوى حركة قوية بعد كورونا تخطى على إثرها سقف قناة استمرت أكثر من عشر سنين صاعدة تمكن من اقتحام اقتحامها هنا ثم قدر الله عليه وعاد واختبرها ثم صعد ثم عاد واختبرها ثم صعد فلو تجي تنظر من بعيد تجد أن السهم أساساً هو يتمتع بقوة رهيبة لأنه فوق الثلاثة وعشرين فيبر اللي هي خمسة وخمسين وربع والقوة الرهيبة الأخرى أنه نحن أغلقنا شهرين متتابعين فوق مستوى التريند السنو واليوم نحن باقي لنا ثلاثة جلسات وبقاءنا فوق اثنين وستين ونص هو ضمان لأننا ما زلنا نحافظ على قوتنا الصائد وبصراحة نحن في نص الطريق تقريباً بعد اختراق هذه القناة لبلوغ دورها الثاني فلو قسنا المسافة من هنا الهين ثم أتينا إلى الوتد وضعناه وسيكون عندنا السقف هنا مروراً بما أننا فوق الثلاثة وعشرين احتمال إننا نروح الثمانين فليس ببساطة بمكان المضارب الاستراتيجي والمستثمر واللي صمد في الغاز ما زال يجلس أمثال أخونا أبو يحيو ما زال عنده أمل كبير يشوفه الثمانين الرياضي مو بس عشانه فوق التريند هذا أبو اتنين وستين لا لأنه هو في الأصل فوق السكف دا يعني هو يعيش في الدور الثاني وفوق الثلاثة وعشرين فيبو زي لما كنا نقول في سابق خمسة وتمانين نقولها في الغاز أول تلاثة وعشرين فيبو من الفين وستة خمسة وخمسة فإنت إذا تبغى تكون مضارب ومستثمر في آن الميدا طبعاً يجب عليك أن تراقب في شهر أوغسط هذا المستوى اتنين وستين ونص لأنك كل ما كنت فوقه فإنت فعلاً ما زلت في المناطق الأكثر قوة وقد يكون الغاز فعلاً هو يختبر هذا الاختراق للعودة إن شاء الله لمواصلة العطاء لبلوغ التمانين أنا ما أبغى التمانين تروح عليكم يا ملاك الغاز ما زالت هدف في احتمال كبير نجيبه وزي ما أنتوا شايفين يعني السهم ماشي على مبدأ القمم والقيعان الصعب لكن المضارب أخشى عليه من إنه لا قدر الله طبعاً لو تعلق هنا وطاح الغاز لو سحبوا الخمسة وخمسين تعتبر بالنسبة له خسارة ويعتبر بالنسبة هو تقريباً يعني هو مضارب ما هو استراتيجي عشان يقعد ويستنى والله ينزل بعدين يرجع يطلع ويدخل في اتجاه صاعد جديد فرعي مره وشفت الغاز كيف من بعيد اللي شوف المنظر دايا جماعة من بعيد يشعر بالإطمئنان وسيستمر بالإطمئنان لو أن الغاز بنهاية الخميس القادم والأسبوع القادم ما زال يحافظ على هذا الترند المخترق الفرعي من قمة آم 21 أتمنى أن هذا التحليل يكون واضح ومفهوم حتى يعرف الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد فين وماشي ويعرف أيضاً المضارب اللحظي أو القريب إيش لازم يسوي إن شاء الله الغاز ينجح ويعود إن شاء الله من هنا فهي منطقة دعم جميلة جداً واختبار صريح على الشهر وإن شاء الله يأكدوا بالإغلاق الشهري أما لو أغلق شهرياً دون الترند المخترق فطبعاً أنا سأكون مستاء للمضارب وأقول إش دراك ما يوديك 57 و55 مرة تانية ويضعف السهم ويعود السهم وقتها يتداول في هذه المناطق ناهيك إنه لو جينا يعني أخذنا المسار لهذه الموجة اللي بدأت من مطلع عام 22 مروراً بقيعان آخر العام حيبان عندنا إنه خرج عن مسارها الصحيح شوفوا كيف المنظر مثلث مخترق والآن نحن في منطقة الإختبار فخليك مفتح عينك قد الرياضي ومراقب الصفقات والكميات مع مراقبة الإغلاقات الشهرية والأسبوعي وخلي دائماً 62 ونص دائماً التداول فوقها مع الإغلاقات الشهرية هو الشيء المريح واللي دائماً يكون محفز للعودة الفور أما تحتها كإغلاقه أسبوعي وشهري فلابد من التحفظ لأنه نخشى أن تفتتح الشمعة ويبدأ السهم يدخل في مرحلة ضغط بهذا الشكل ويجرنا للفيب الكبير مرة شوفوا الآن زين فين واقف؟ واقف عندها كدعم وعشان كده قلت له روّق المانقة يا زين لا تدخلنا في احتمالية الضغط مرة ثانية شوف أول شيء على الشهري يا عيني على هذا الوتج اللي احترم متوسط الخمسين ورجع على الأسبوعي حصل الإغلاق فوق الثلاثة عشر أربعة واربعين خمسة واربعين هلل لأنه ما في خمسة واربعين جبرنا الكسر بأربعة واربعين وهذا على الأسبوعي على اليوم شوف الندل ليش مراضي يكمل وقف في وجهه متوسط الخمسين اللي كان تلتعشر سبعين ونزل الآن تلتعشر ستين عشان مو قادر يطلع عشرين هذا لبيضغط الآن على اليوم شوفوا إيش عندنا عندنا ممكن تكون كتف أي منهل عند تلتعشر تلاتين اللي هي كانت تمثل في موجتنا الأساسية واللي كنا دائما نقول من أربعة عشر عشرين إلى تلتعشر تلاتين منطقة تجميعا وهي الآن تلتعشر تلاتين على اليوم فلو تمادى في الأسبوعي كشمعة أسبوعية بالضغط تحت الفيبر نقول يمكن يختبر تلتعشر تلاتين ويشكل كتف هنا وبعدين يرجع إن شاء الله واختراقنا للخمسين يدفعناهم حذاري من كسر تلتعشر تلاتين حيخرب عليهم فثار عندنا دعمين في زين الآن دعم التلتعشر أربعة واربعين ودعم تلتعشر تلاتين هذا الدعم قلنا عشان خاطر حيون الأسبوعي هذا اللي قفل فيه فوق التلاتة وعشرين فيه ممكن يرجع فوق التلاتة وعشرين فيه لأنه هو قريب منه ويبان عندنا في نهاية الأسبوع لو ما طلع إنه محافظ عليه على اليومي نحن عندنا منطقة الكتف هذا شوفوا هذا مطب كان قاع مكسور اقتحموا زين وقفل فوقه ومشي زين بعد فشوفوا نحن كيف محصورين في نطاق ضيق جدا زين لو عدى تلتعشر ستين متوسط الخمسين على اليوم يقفل فوقها ودانا للمية والمية هي ثمانية وتلاتين فيه وقريب تلتعشر أربعة وتسعين أربعة عشرين فصبرا يا أهل زين ما زال اللعب فيه لعب وهو يبغي يحاول يشتت مخنا الآن فأنا أقول لو كسر تلتعشر تلاتين نبغى نسبه ونقوله تفو على وجهك حترجع للبزرمطي مرة تانية عند قاعة القناة وتبهديننا عند اتنعشر سبعين لكن الآن ما نقدر نسبه نطبطب عليه ونقوله روق المنقة روق المنقة يا حيلو يا حيلو كمل جميلك يا حيلو يا حيلو نبغى الخمسين تعديها يا حيلو نبغى أربعة عشر تعرفوا أنا الآن من دخلتي في زين وتجميعتي حسب المخطط اللي شرحته منذ أن خرجت من زين وخففت وقلت أبغى من أربعة عشر عشرين إلى تلات عشر تلاتين قام ضغطني أكتر أنا ما خرجت عن الحياد عن اللعب صبرت عليه وصمت لأني قلبي حاسسني أنه يبغي يرجع ورجع وأنا اليوم عيش بمتوسطات زي كده تلات عشر سبعين تلات عشر ستين فزين الآن مريحني يعني جايب لي قريب راس سلمان وهو وسبوك يعني الله يجمّل حالهم يعتبروا حتى الآن نجوم الصيف عندي يعني أنه أنا ما ذلت يعني مسيطر عليهم مظبوط لكن دعواتكم نعد المتوسط عشان ندخل في الربحية ويبدأ الشغل يصير شمن كحلي أكتر وإن شاء الله لو عدينا أربعة عشر ريال شوفوا ترندنا فين وشوفوا نسبتنا الدهبية فين كلها قريب مناطق خمسة عشر أربعة عشر تسعين وإن شاء الله يقودنا زين لها بحول الله تعالى قريباً وليس آجلاً إن شاء الله نطلع من هنا إلى هنا وهنا وعند جهينة وقتها نقول الخبر اليقين هنا موعدنا مع الترند هذا وتخيلوا زين يخترق الترند هذا مرتان بإذن الله ما وعدناكم فيه كتحليل استراتيجي إن شاء الله تشوفوا عند الثمانة عشر ونص ويتكرر ما تكرر في دار الأركان ونشوف صورة تشبه تحرك دار الأركان مرة أخرى من مناطق الثلاثة عشر إلى مناطق حتى تسجيلوا أرقام جديدة بلغت تسعة عشر نحن نبغى في زين هناك تمنطعشر سبعين بحول الله تعالى والله يا جماعة إن الشارط الشهري حلو وكأنني أرى كتفاً يساراً وأرى كتفاً يميناً وكأنني أرى يعني نموزج إن شاء الله نشوفه كده زين في المستقبل نسأل الله أن يتمم لنا لكن لا أحد يقول لي المدة الزمنية لأن هذه أمور علمها عند الله عز وجل ممكن تيجي في شهرين وممكن تيجي في ثلاثة وممكن تيجي في سنة على حسب غروف السوق وغروف المتائج والأشيات لكن الحمد لله وضعنا مريح خاصة أننا جماعة أبو عشر اللي طلعنا الطلعة الأولى وفقنا في تحقيق مكاسب حلو ودائماً ما أقول هذا سهمة تذبذب وهذا اللي فيه تذبذب حلو وهذا اللي خليني أنا ما أطل في استيسيب بانك وأقول أنا أبغى سهم مريح رخيص وتذبذب حلو استثماري والحمد لله زين أعطانا نص ريال وسار سهم استثماري وربحي والحمد لله شارك الكبار وسار شريك الصندوق الاستثمارات العامة وهذه كلها محفزات تخلينا نغير نظرتنا ونتفائل ونقول إن شاء الله نشوف زين على الأقل قريب العشرينات إن شاء الله في الفترة القادمة ليش يا حبيبي ليش ينزلوا عشر أو تسعة مرة تانية ليش بيعلن خسائر حرام أنا شايفه مظلوم سعرياً زين يا راجل المعف داه اللي تأوه فرحان له بكم ربح جابه حذيب قريب المئة ريال فرحان لأنه أسهمه قليل مو حرام زين تعرفوا إنه زين الآن المكتتب في زين بعشر ريال من طنعشر سنة وثلاثة عشر سنة طالع عليه زين الآن كأنه باربع ريال ونص وخمسة ريال يعني يا ذم زين يدبل ويصير قريب سبعة وعشرين عشان يبلغ قيمة اكتتابه اللي من ثلاثة عشر سنة يعني هو أساساً زين الإغراء اللي فيه إنه اللي عاصروا سوق الأسهم السعودية وعرفوا إش صار في زين من تخفيضات لراس المال وأساساً اللي حابب يعرف فالعشر ريال موقعها في الشارت هذا فين؟ العشر ريال يا شباب هنا عند الدوارة دي في المناطق هذه هذه المناطق تقريباً هي مناطق عشر ريال في زين قيمتها قيمة المكتتب فلو جينا عند واحد مكتتب اكتتب في زين ولا باع ولا اشتغل وجاء قالولو كم انت في زين من حوالي عشر اتناعشر سنة طيب إيش وضعك؟ يقول والله أنا خسران كم خسران يا أخوي؟ ممكن يقول أنا خسران ستين أنا خسران سبعين بالمئة خمسين ستين بالمئة ليه يا أخوي؟ يقول لك أنا اكتتب بعشر ريال والسهم تخفض ونزل ورفع وبطخ ومسح دفاتر طيب كم سعرك يعني بالنسبة لإكتتابك؟ يا يقول لهم باربع ريال يا بخمسة ريال أربع ريال يعني أنا من بالضبط يعني جايبها بدقة لكن صدقوني أقل من خمسة ريال فما في قلق منه يعني وراه وراه والزمن طويل حلو في الكميات وحلو إنك تلعب فيه بكميات كبيرة وتخاطر فيه وتغامر فيه والحمد لله إن إحنا ماشيين يعني معاه يعني اللي تابع معايا تحليلات زين وطريقة الليعف في زين أعتقد إنه استفاد معايا وما زال يبحث عن الاستفادة أكثر وما زال يشوف بعينه ما يريح خاطره من الناحية الفنية نوعا ما بتفرج على النمازج قدامه كيف بتتكون على الفريمات وقاعد يشوف الخريطة كيف ماشي تقريبا والله الله يا زين نحن نبغى بس 13-60 بس 13-60 يتم الإغلاق اليومي فوقها متوسط الخمسين وزين كأنه بيسمعني أتكلم ومن 13-42-44 هل ليصعق الآن 13-54 ويجيبنا قريبا الستين يا كريم يا كريم نسأل الله التوذين أديله يا جبل والله الجبل قرب من 23-70 الله يا جبل ها كيف رأيكم في نظرة للجبل الله يعني عن شيطان جاي يفجعكم عند 42-80 ونحن توقعنا أسوأ الاحتمالات يوصل عندها بعد كثر 26 ونص تصدقوا أني ما لحظ أدخل في الجبل لأنه ما عندي فلوس فلوس الجبل راحت في بعض الأسهم التانية لكن الجبل شوفوا نزل وشوفوا شمعة الشهر كيف بدأ الوتد شوفوا الشمعة الأسبوعية إذا عدينا بحول الله 23-70 على اليوم أو 23-80 شوفوا المقاومة القوية حتكون على الأسبوع من 24 وهللة إلى 24-30 اللي هي كانت في الأصل 38 فيبو من الموجة وهي متوسطة المية المكسور على الأسبوعي وهذه المنطقة التي ستؤكد إنعكاس جبل عمر إلى 26 ونص من جديد وقريبا 27 مرة أخرى من جديد فجبل عمر يعود للبناء من سقف الدور الأول لكن شوفوا المقاومة اللي عليها الكلام هذا الأسبوع وأهم رقم هو 24-30 وإن شاء الله الجبل يفعلها وإن شاء الله الجبل يفعلها ويذهب إلى سقف الدور الثاني مرة أخرى عرفتوا ليش أخوكم أبو محمود شرد لما كسر السهم 26 ونص هيا شوفوا كيف من أصدق المؤشرات القنوات وأخوكم جاي من 17 ريال طالع معاه كان يحلم يوصل 29-30 واحتمال يروح 33 فيش قلت لراعي الجبل يا ويه لك تكسر سقف الدور الثاني يا ويه لك تكسر متوسط الميتين فجاء الجبل كسرها فأخوكم أبو محمود عفشوا الجبل وقلوا مع السلامة يا جبل إن كانك رجال وتبغاني أدخل فيك احتمال أفكر عند الثلاثة وعشرين سبعين إلى اثنين وعشرين تماني سبحان الله نزل الجبل بسانة لسه ما دخلت يعني ما اشتريت لحدنا بسبب إيش؟ مو بسبب لو عندي فلوس يعني إمكانيات استراتيجية يعني كنت فكرتها لكن ما بصراحة في أسهم تاني شاغل بالي أكتر تستحق عندي أن أهتم فيها وحافظ على قوتي فيها زي البي سي آي وبعض الشركات التانية اللي انضغطت معانا وتعتبر أخف شوي وشوفوا الحمد لله الجبل ماشي ضمن الخريطة بدأ يلف الطارة من سكف الدور الأول من محل ما قلنا ممكن يضح فشوفوا إن شاء الله لو عد الجبل 24-30 أنا لا أستبعد وقتها إنه يبدأ تدريجيا ويذهب إلى هنا على الأقل عند سكف الدور الثاني وعندها هناك لكل حادث حديث وهل ينجح الجبل مرة أخرى باقتحام هذا المحور ويروح بالانطلاق نحو الترند الهابط الكبير دا من قمة 2020 اللي هو قريب 78 فيبو قريب سكف الدور الثالث لكل حادثة حديث على قولهم فنحن الآن نمشي حبة حبة ونحاول قدر الإمكان إنه نكون يعني ماسكين العصر من النص إغلاق الصناعات فوق القمة 39-70 واختراقه 39-95 هذا إيه دا؟ هذا شغل كبير يا جماع؟ هذا ناوي إيش؟ هذا ناوي يكمن؟ طيب شوفوا دحين هذا الشارط الشهري الشهر الماضي طاح السهم من هذه القمة وباقي ثلاثة أيام تعرفوا نحن فين بنلعب؟ شوفوا الخط هذا شوفوا الخط هذا هذا الخط نصيحة نصيحة ما أبغى واحد عنده شروة في الصناعات ويقبل بكسر هذا الخط لأنه هذا يعتبر ملقوف اللي داخل في المناطق ديه واللي يقول أنا قدها لازم يقول طيب ما ينزل عن 39 طيب إيش ممكن يسوي أبو محمود الصناعات الكهربائية لو فعلا هو جاد في ما يفعل ويريد أن يجعل العملية انشكاح شوفوا المنظر يا جماعة شوفوا هذا الفيبو هذا الفيبو حقا شوفوا يا شباب شوفوا الأشياء الفنية دي يحفظوها جيدا ركزوا في هذا الشرط مضبوط محسوبة علينا القمة بعد المنحة 29.85 قمة 2021 المخترق وقاعنا التصحيحي أن حسب علينا ب17 ريال وربع هيا شوفوا يا شباب شوفوا إيش ممكن يسوي الصناعات لو بدوا يخبل ويتمكن في الإغلاق الشهري فوق الفيبو وفوق السقف هل يفعلها ويذهب إلى مستوى الخمسين وربع 261 فيبو كيف نعرف أنه نحن فعلا الخبل دا حيسويها يعدف طريقه على النظرية هذا الخط 43 أما لو بدأنا نشوفه يتراجع فكسرت 39 المضارب اللحظي انتبه ولا يقبل أي مضارب استراتيجي يملك في الصناعات أن يشاهد الشمعة قد كسرت 37 65 هل المية وواحد وستين فيبو فلو جاء أغلق تحتها تخاف الشهر اللي بعده يبدأ يضغط كما ضغط الفترة الماضية وعند الثلاثة وثلاثين ريال وكانت وقتها حدود ترند الموج الصاعد الفرعي أما بهذا الشكل والله اللعب في لعب والجنون وللجنون فنون وسبق لبعض الشركات كأستر والحمادي وبعض الفرص والغاز كلهم شركات جن جنونها وكان لجنونها فنون وبعضها وصل حتى 261 فيبو من موجته السنوية أو موجة اختراق قمة 21 شايفين القوة اللي يتمتع فيها الصناعات الآن لأنه يتداول فوق 37 65 مخترقا 39 هل سيستغل اليومين دي للتصريف ثم يسقط ولو سقطوا كسر 37 65 استراتيجيا لا أعرفك ولا تعرفني وساعتها سأخشى عليك أنك تكون ضحية هذه المنطقة أما فوقها فلا قلق فاحتمال للجنون فنون وتجاوز حاجز الأربعين نفسيا قد يقود الـ 43 هذا المطب ثم مستوى الـ 50 ربع 261 فيبو من الموجة والله أعلم يعني لو أغلق في أوغس وحافظ على المناطق دية ممكن نشوف سكتمبر السهم يستمر في موجة الصاعدة والإنشكاح هذا هو الإنشكاح يا أخوان اللي نخشى قبل الإغلاق الشهري أن يدخل في الإنبطح شفتوا كيف لفت نظر الصناعات الكهربائية فاستوقفني وخلاني أحدث لكم بيانات ومعلومات أنا رفعت يدي عن تحليله في فترات سابقة عندما بلغ الهدف دا 37 وخمسة وستين ولامس المطب ولامس السجف ولأنه لم يغلق وعندما هبط إلى 33 أتكلمت على إنه دعم مهم وهو يمثل الـ 127 فيبو ونجح الصناعات وعاد منه وشوفوا لما عاد ماذا فعل الآن لم يكتفي فقط بالاختبار لـ 37 بل اخترقها وهذا مؤشر قوم وعشان أنت تستمتع أكتر شوف الشارت اليومي الشارت اليومي قاعد يقول اختراق من آخر قمة لو أغلق اليوم فوق هذا الرقم 39 60 يعني معناها هذا ما شاء الله مجنون عنده استعداد يجن أكتر وأكتر ويروح 43 ومن 43 الله عنه الحبايب يسأل عن جرير دائما أنا جرير منذ أن كثر الـ 16 الـ 16 زا عنه وقلت انتبهوا طيب فين نزل فين راح 41 90 41 90 جرير اللي كنا نعتبره أنضف سهم في السوق وبعد التجزي أخفنا منه والله ها 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 ويقول لكم هل اخترق متوسط السبعة ولا لا أما أنا استراتيجيا أقول لكم جرير أنتبهوا إن شاء الله ما لم يكسر 14 16 إن شاء الله يكون عصايا جديدة تعيد للسبعة أهم دعوم على الشهر 14 70 متوسط المية وقاع الموجة في فبراير 14 16 أما لو كسر هدول الله يعينك أنت في الظلام الدامس وأنت في الطريقة المظلم لماذا جرير ما هو جذاب كثير في الوقت الراهن استراتيجيا يعني لأنه شوفت عينكم يعني نحن منذ أن هبطنا من القمة ما ذلنا نرى أنفسنا في اتجاه هابط هذا الاتجاه الهابط عشان نعديه يعني لازم نطلع فوق هذا القاع المكسور عند التمنتعشر ونص عشان نقول والله المستقبل مفتوح لكن مضاربيا على المدى القريب حاولوا تنتبهوا لهذه الدعوم التنين اللي هن إذا لم يحصل كسر لها في احتمال كبير أنه جرير يبدأ شوية شوية يعود ومن أهم مقاوماته هذه سبعة عشر سبعة عشر عشرين هل لها والله أعلى وأعلم خلاص يا ملاك جرير يلا حدثنا لكم الآن تحليل جرير طيب حلو أن نحترم المية على الشهر طيب لو حطينا على الأسبوع عشان نكشف السبعة عشر لازم نرجع نخترق ستة عشر طيب على اليوم والله أعلم تروح قريب الخمسة عشر السبعين عشان تبدأ تخترق أولى المقاومات ومتوسط الميتين على اليوم يعني خمسة عشر سبعين ستة عشر ريال ستة عشر عشرين بعدين تنكشف السبعة ولو حب واحد يستأنس بالترند الهاضط اختراق الترند فين يبدأ لو عد السهم خمسة عشر أربعين لذلك أنتوا الآن مطالبين تتابعوا أبو يحي في جرير لأن أبو يحي يعطيكم الهرجة من بدلي كام يقرأ متوسط السبعة في جرير يا أبو يحي هل يقرأها قريب خمسة عشر تمنتعش ونعتبر إنه خمسة عشر تمنتعش أول الغيث قطرا وتأكيدها باختراق الترند خمسة عشر أربعين هنا يتأكد عكس الاتجاه أما لو طلع ورجع الضغط فكسر القاع فمعناه ما زال في الاتجاه الهابط وأبعاده أربع عشر ستعش أو زي ما قلنا قبلها متوسط المية أربع عشر خمسة وستين هو أدنى رقم جاب أربع عشر سبعين والله كسرها أفوا والله كسرها دعم الآن عشرين تمنية وثلاثين هنا هو قريب دعم والله كسر الواحد عشرين ثلاثين وكسر واحد وعشرين والله كنت أعتقد أنه فوق واحد وعشرين ثلاثين شف كسر العموم خلاص يعني حظك طيب إنك لحقطنا هذا دعم شف هذا دعم عشرين تمنيه وتلاثين وهذا القاع اللي ارتد منه عند التسعة عشر اتنين وستين شوف هذه كلها الخطوط اللي شايفها الدعم يتحول مقاومة في حالة الكسر والاختراك والدعم المكسور يتحول مقاومة شوف الآن 21-30 صارت هي المقاومة على بعد ريال لو عاد وتخطى لـ 20-90 صار عندك مقاومتين مقاومة على اليوم 20-90 والأهم 21-30 لو كسر 20-38 والله ممكن يسحبك لـ 19-86 إلى 19-60 مرتا أما المرة الجاية لو كسر القاعدة يا لطيف كشفت 18 متوسطا 200 على اليوم وتارك فجوة الله لا يسوقك لها عند 18-40 يعني شوفوا الخليج الآن خلينا نرجع للشارت الكبير ونشوف عشان ترتاحوا مظبوط والله فعلا الراحة الراحة باقتحام 24 مستقبل أوه على الشمن كحل هنا 38 فيه وتخيل وقتها تكون راسم تريند من هنا لهين ويجيك الخليج ويخترقوا أدينه منقوا ترى الخليج ممتاز يا شباب وحلو بس هذا لا يمنع إنه لا قدر الله لو كسر القاعدة السابق 19-60 إنه ينذل لهين بس نزوله الهيناء والله هذه فرصة قوية للمناورة وبعدها إن شاء الله ممكن إيش ممكن نشوفه كده السهم ما هو سيء يعني فوق 18 ريال استراتيجيا لكن مضاربيا قد يكون سيء لو كسر 20-38 وقد يكون أسوأ لو كسر 19-60 وعندها تنكشف الفجوة وينكشف هذا القاع ويبقى الدخول دايما قريبة 18-18-40 أكثر إغرام لو كتب الله لكم إنه ثبت فوق 21-30 وتخطيت 22 الوعد 24 بحول الله تعالى هذا فيما يتعلق يابو أحمد في الخليج للتدريب بقى عظيم 67 أهم رقم خلال هذا الأسبوع والـ 64 أهم دعم خلال هذا الأسبوع الله يسامحك ياللي بباري ومتى تبغى ترجع من السفر تاركنا للصغار يلعبه ولا قاعد تلعب بزارينك توصلني 34 ونص تضغطني إيش قاعد تسوي يا أخوي متى نبغى نطلع فوق 35 يا كابتن يا كابتن نبغى ريال ريالين نبغى نشتغل يا كابتن يا كابتن ما أنا مطالبينك تروح كتير بس أتحرك نبغى نشتغل نبغى نبيع ونشتري يا أخوي الله يسامحك على الوقفة دي يقول والله ما بيعي إلا أبو محمود اعطيني نص الكمية نص الكمية في عينك نص الكمية في عينك يا كابتن والله نعويك بأكتر من كده بس مني متشجع والله نفسي أقبع فيك أكتر من اللي عندي فسيبنا الذين من تراضي ترسيني على بر والله محشكك من كل الزوايا تبغى تضغط أبغى اشتري تبغى تطلع برضو أبغى اشتري بس أطلع طلعة تخلينا نتفاعل بطلعتك عدي 35 بس عدي 35 عشان نحلم ب37 معاك أما تجلسني تحت 35 وتهددني ب33 سبعين طيب أنا أولى أشتري بأقل من 34 طيب والله سينياريوهات البابطين تتكرر أيام الثلاثة وعشرين ودون الثلاثة وعشرين لكن نقول الصبر طيب الصبر طيب وتأخذ الحد وافي يا غزال السوق 21-80 21-80 إيش الحلاوة دي يا واد أدي له منقة والله معدي المطب دا حلو 40 ونص أدي له منقة طيب يا واد يا واد طيب بدع روح اشتغل حلو الاختراق دا أدعس والله راجع من متوسط الميتين شوفوا من يوم ما رجع فوق الميتين يوم اليوم التاني عدى 40 ونص وتعالى بص في الغزال وكشف الواحد واربعين ونص طيب روح جيب ريال يا واد يلا إن شاء الله يجيب لكم هي بكرة يلا وجوده فوق 40 ونص إن شاء الله يكمل لـ 41 ونص وبعدين 41-80 هذا محور المقاومة الثانية طيب نشوف كيف يخترق المسار الهابط من هذا أوه يعني الشغل الكبير يبغاله والله 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 يا جماعة يعني إذا نبغى نتعاطف مع الترينج نوديه وره شوية لكن إذا نبغى نمشيه على القمم والله يفبكو عند منطقة اختراق المسار الهابط من آخر قمة نزل منها كانت عند مستويات 46-15 والله يفبكو خلوه تحت المجهر عودة فوق 40 ونص واختراقه 41 يعني أديره منقا يعني ممكن نبدأ نشوفه على أقل يتقدم للمتوسطات دي 42 إلى 42 ونص أديره منقا الله والله حلو والله حلو فيبكو بس لازم اخترق الترينج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر